بعتقد صرف عندنا مشكلة التواصل مع الجمهور والفنان باخر فترة او الناس بشكل عام ومعوره دياب تحديدا لان مش اول مرة بصير معه حادثة وتخلق معه ازمة هلا الغريب الموضوع انو ردت فعل عمره دياب تمادت وتطورت والقصص صارت معه مؤخرا بالاول كان اعتداء لفظي بحادثة سابقة بعد اعتداء لفظي تاني اكتر اسوي وبعدها صار اعتداء جسدي يلي هو اكتر واكتر اسوي اكيد لنفرض انو عمره دياب معه حق بكل هالحوثلاتي بس ما فيش شي ببرر اعتداء بالضرب لمين ومن مين كان موجه وخصوصا اذا كان نمل فنان لانو ما لازم ينسى صورته قدام العالم وكمان مش معناته من حق حدا انو جمهور يتطفل على الفنان ومساحته الخاصة ويقتحم مسرح ساعة البدو وهي الظاهرة صارت مع كثير فنانين وفي جزء كبير من هالموضوع بيرجع للحراس اللي حوالي لانو وظيفتهم بالاساس انو ما تصير هالامور عالمسرح حتى لو بزفاف خاص بدي اوشا صغيري بعد انو نقابة فنانين او موسيقيين اتخذت موقف متسرع يثير عالمات استفهان وكأنو كانت خايفة تاخد موقف اساسا نحنا ما شفنا بريغة رسمي مثلا وضغري اعلنت انو ما رح يتم اجراء اي جلسة خاصة بالنقابة على الموضوع حتى لا تناقش فيه مثل كأنو عم بتتخوف من اللي صار وشكرا مرحبا كوليس يعني فعلا هيدا قضية الساعة بالعالم العرب اليوم بذات النهار اللي ظهر فيه هذا السلوك للفنان عمرو دياب كان فيه اكتر من ميتان وعشر اشخاص عم نخسرهم بمجزرة بكل ما للكلمة من معنى صارت بمخية من سيرات بغزة لكن معظم اهتمامات المتابعين العرب راحت على قضية عمرو دياب بما انو نحنا منصة فنية مفروض انو نقارب المشهد الفني بصورة منصفة وعادلة وهون في عنا طرفي للصراع الحالي طرف النجم الفنان وطرف المعجبين والرأي العام للأسف القاعدة العامة في العالم العربي هي التعميم خلص عمموا على كل الفنانين هيدا التصرف نحنا حنحكي بصورة مصغرة ومخصصة لعمرو دياب والموقف وتاعي كوليس نشرح اللي صار بداية عمرو دياب كان بأحد العرص وفجأة ايجا معجب وقال له انا بدي اخد صورة معك ما قالوا اياها بالكلام قالوا اياها بالفعل لكن طريقة قوله لأله بالفعل انو عمرو دياب كان عم يغني ايجا هيداك مسكوا من خسره شد كتير على خسره واحرجوا بهذا الموقف فبالتالي عمرو دياب ايجا بردت فعل متسرعة جدا ضربوا كف على وجه هذا فعل لا يمكن القبول به على الاطلاق مش اذا فنان اي انسان في العالم لا يمكن له ان يضرب انسانا اخر ان كان قدام الكاميرا او برات الكاميرا حتى لو كان سلوكه غير مقبول ما لك حق تضربه لكن فعليا اذا بنا نشرح مثل ما اللي تبقول انه هيدا المعجب ايجا وكأنه عم بيقوله لعمرو دياب انا غصمن عنك بدي اتصور معك او لقى انه الفرصة مناسبة هو ملتهب الغنية وملتهب بتعرف الفنان في مئة الف فكرة براسه وعم يغني يعني قدي بدي يكون منسجم مع الفرقة الموسيقية قدي بدي يكون عارف حضوره بوسط الناس قدي لازم يكون مؤثر قدي لازم يتفاعل مع العرسان ومع الحضور وكان فيه نجوم شفنا شو عامل مع القديرة ليلة علوة باسة ورجع فل لانه هذا الليل انه هو يعني عم بيحاول يقصم تفكيره او افكاره او اهتماماته على المكان يعني والفنان فعليا هي آلة آلة عقلية تتحرك وتوزع المهام على المسرح مانا شغلة سهلة مش انه حملت مايكروفون وغنات ابدا انك تركز بس على الفرقة الموسيقية كرمال ما تنشيز عفوا او كرمال التابع اللحن او كرمال التابع المقام الموسيقي كل هيدا التفاصيل يعني بده تركيز مش سهلة غير رهبة المسرح حتى لو فنان له بيع طويل وعشرات السنوات المسرح له رهبته وانك تغني قدام الناس وتبقى الانظار موجهة عليك الا رهبتها فيه اللي كوليس هيك باختصار كرمال ما كتير نتوسع بالموضوع فيه فعل خاطئ صار من المعجب وفيه ردة فعل اخطأ واكثر تهورا كانت من الفنان وتحديدا من عمرو دياب يعني خطأ مقابل خطأ اكبر بالنسبة للي المعجب الحقيقي بالفنان وكلنا معجبين بفنانين المعجب الحقيقي بالفنان لازم يتقل حاله لازم يحط برأسه شغلي انه بدعمي انا تحققت نجومية هيدا الفنان بالتالي اليوم انا ساهمت بصناعة اسمه وشهرته ونجاحه يعني انا مش اقل منه يعني انا ما لازم انظر لقاله ان هو اعلى مني او اهم مني او انا لازم اعمل المستحيل ولو غصمن عنه ايخد صورة بقلكم اياها هيك انه اي اوكي اذا ساقبت اخدت صورة اذا ما ساقبت عادي وما اخدت صورة لما بتعمل ايمي لنفسك صدق ان الاخر بيعملك ايمي عندما تحترم تحترم وهيدي القاعدة ثابتة عندي انا قبل ما اصير صحافي كنت قابل كتير فنانين ولا مرة لقيت حالي عم بركض وغصمن عنه الفنان اذا ساقبت بياخد صورة واوات كتير بقابل فنانين وما بياخد ولا صورة عفوا بيكونوا كتير كتير مهمين يعني انا معجب فيهم وبيفنهم او بتمثيلهم او بشي اللي بيقدموا للرأي العام او للجمهور تأقل حالك كمعجب وخلي الفناني يشوفها كتقيل صدقني ممكن توصل لمرحلة انه الفناني يقولك تعال تصور معي ها هي ببساطة هلأ لوين رايح القضية كرمال ما نطول اكتر على المستمعين لوين رايح القضية يبدو انه رايح للقضاء اكيد يعني يبدو فيه والد المعجب وفيه عدد من المحامين وفيه محامي عمرو دياب من الجهة الاخرى رافعين دعاوي على بعض يعني احنا هلأ زبادكم هنتابع شو قضاء فني بامتياز هلأ رح يكون فيه جلسات وما بعد الجلسات وحيكون فيه مادة مثيرة للاهتمام وللعمل للصحفيين الفنيين اجمالا وهيذا اللي شفناه انه اليوم الارقام اللي حققوها بعض الصحفيين او حتى بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الكبيرة نظرا لاهتمام الناس بهذا القضية فرح تبقى قضية الساعة بس بالنهاية بالنسبة لقالي حتنحل يعني بالتصالح او بالتراضي او بمبلغ صغير وحنحس انه المشكلة بعدين يعني اضخق يعني ضخمنيها هي اصغر من هيك بكتير بالنسبة لقالي وباختصار خلونا نحط حدود معقولة بين المعجب والفنان لا المعجب يتعد حدوده مع الفنان ولا الفنان يتعد حدوده مع المعجب ونقطة انتهى وشكرا كوليس كوليس ما بعد المشهد اشتركوا في القناة